شهد عام 2017 استمرار سمو الشخانة بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخر للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة الرئيس الفخر للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة على النهج الذي رسمه سموه لرعاية ودعم الشباب والرياضة بمملكة البحرين وذلك عبر إطلاق المبادرات الرئيدة على المستوى الرياضي والثقافي والعلمي والإنساني التي تأتي منسجمة مع توجهات القيادة الرشيدة في الاهتمام والدعم لقطاع الشباب والرياضة موسيقى والواحد إذا رفع على مديرته هذه حداته شرف وهذا اللي يدفعنا أحنا أننا نقوم بالإنجازات والققوات التي نقوم فيها كثيرة هي الكلمات كثيرة هي الإشادات لا يمكن أن نختزلها ولا يمكن لشعر أن يستوعبها ولا لرسم أن يجسدها فهي مبادرات تنوعت في شتى المجالات شملت الرياضية والثقافية والعلمية والإنسانية ترجمها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة رجل المبادرات فضمن المبادرات الرياضية حمل سموه راية التحدي وعزز مكانة البحرين بتحقيقها المركز الثاني بالترتيب العام في النسخة الرابعة من بطولة العالم لفنون القتال مختلطة للهواء فضمن المبادرات الرياضية حمل سموه راية التحدي وعزز مكانة البحرين بتحقيقها المركز الثاني بالترتيب العام في النسخة الرابعة من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواء والتي أقيمت ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال على أرض مملكة البحرين كما أسس سموه فريق خالد بن حمد للملاكمة وأولى مشاركة الفريق على حزام ملك إفريقيا للوزن الثقيل ومن جانب دعم المواهب المحلية والطاقات الرياضية وذلك عن طريق النسخة الخامسة من دور خالد بن حمد للمراكز الشبابية لكرة قدم الصلاة والذي شهد مشاركة 1180 مشاركا من مختلف مدن وقرى المملكة وبالانتقال إلى المبادرات الثقافية وجه سموه لاستمرار مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي حرصا من سموه على دعم الحركة الثقافية الشبابية وعلى صعيد المبادرات العلمية كان لسموه دورا بارزا في تشجيع الطلبة والطالبات على التمييز والابتكار برعاية سموه للنسخة السابعة من أولمبياد الروبوتات العالمي للمدارس أما المبادرات الإنسانية فكانت لها الحصة الأكبر فقد أطلق سموه مسمى ذوي العزيمة بدلا من ذوي الإعاقة إيمانا من سموه بقدراتهم وعطائهم كما وجه سموه بإقامة النسخة الثانية من دور خالد بن حمد لذوي العزيمة وإشراكهم في مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح وإقامة كأس خالد بن حمد الرابع لسباق الخيل وذوي العزيمة كما افتتح سموه معرض ومؤتمر تيكنولا إعاقة الذي صلت الضوء على أهمية تسخير التقنيات الحديثة لخدمة ذوي العزيمة بالإضافة إلى العديد من الزيارات الميدانية التي قام بها سموه لعدد من مراكز رعاية وتأهيل ذوي العزيمة حرصا واهتماما من سموه بهذه الفئة المهمة في المجتمع العزيمة والقوة والتحدي هي شعارات تبنها سموه للنجاح في شتى المجالات في عام مضى ولكن لم تنضي معه الشعارات والمبادرات فهذا العام الذي استقبلناه بالوصول إلى القمة من القمة نرحل عنه ليؤكد سموه بأن المحافظة عليها ليست أصعب من الوصول إليها وهذا حديث ليس من ضمن الثناء بل رؤية لمستقبل وبناء يهدف للتطور والارتقاء يحمل عنوان خالد العطاء لا نحب أن نبدأ من أين بدأوا الباقيين نبدأ من أين ما انتهوا ترجمة نانسي قنقر